أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان عثرت البعثة الأثرية التابعة للمعهد تشيكي لعلم المصريات بجامعة شارلز على مقبرة واحراء والتي يمكن تأريخها للفترة خلال أواخر الأسرة الـ 26 وأوائل الأسرة الـ 27 ده كان خلال أعمال الحفائر التي أجريت في منطقة أبو الصير الأثرية جنوب الجيزة طبعاً ده كان موجود بجوار خبيئة التحنيط التي تخص شخص رفيع المستوى من مصر القديمة يدعى واحراء والذي كان يشغل وظيفة قائد الجنود الأجانب خلال أول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار إن البئر الرئيسي للمقبرة بلغ عمقه 6 أمتار كما بلغت أبعاده 14 في 14 متر تقريباً وينقسم البئر إلى عدة أجزاء بتفصل ما بينها جسور منحوطة في الصخور أو الصخر الطبيعي للمنطقة وبمنتصف البئر الرئيسي تم حفر بئر آخر أصغر ولكن أعمق من البئر الآخر وتم استخدامه كبئر أساسي لدفن صاحب المقبرة واتخذ بئر الدفن اتجاه شرق غرب وبلغت قياسات الفوهة الخاصة به حوالي 6.5 متر في 3.3 متر وأضاف وزيري في بيان صحفي اليوم أن تصميم هذه المقبرة البئرية ليس له مثيل متطابق في مصر القديمة إلا أنها على الرغم من ذلك يتشابه تصميمها المعماري جزئياً مع ما يسمى بمقبرة كامبل في الجيزة من جانبه قال رئيس البعثة تشيكية أنه تم العثور في الجزء السفلي من بئر الدفن الرئيسي على عمق حوالي 16 متر على تابوت مزدوج يعني هو متضرر نوعاً ما وكان مغطى بالكامل بالرمال صنع التابوت الخارجي الوحرع من كتلتين ضخمتين من الحجر الجيري الأبيض وبداخل تجويفه تضمن تابوتاً مصنوعاً من حجر البازلت على شكل آدمي منقوش على جزء العلوي نصوص من الفصل الـ 72 من كتاب الموتى والتي تصف إحياء المتوفى ورحلته في العالم الآخر كما بلغ طول التابوت الموجود 2 متر و30 سنتي وعرضه 1 متر و98 سنتي أضاف أيضاً أنه تم العثور على المساحة الداخلية من التابوت فارغة تماماً حيث تم العثور فقط على جعران للقلب غير منقوش ومنحوط بدقة عالية وكذلك على تميمة على شكل مسند رأس وكذلك داخل التابوت الفارغ وكان يوجد المتاع الجنائزي البسيط لصاحب المقبرة في الأصل على أجانبين الغربي والشرقي من التابوت حيث عصرت البعثة بالنحية الشرقية على العديد من القطع الأثرية السليمة والتي كانت جزء من ذلك المتاع الجنائزي وفي موقعها الأصلي حيث تضمنت عدد 402 من التماثيل أشباتي أو هذه الأشباتي هي تماثيل صغيرة من المفترض أنها تمثل صاحب المقبرة وتقوم بتأدية الخدمات نيابة عنه في العالم الآخر أيضا أضاف في هذه التصريحات أن الدراسات المبدئية التي أجريت على المقبرة البئرية كشفت عن تعرضها للسرقة في أواخر العصور القديمة وذلك على الأرجح حوالي القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد حيث تأكدنا من تلك المعلومة نتيجة العصور على إن أين من الفخار تم تركهما بالبئر الرئيسي وقام أيضا اللصوص القدامة بعمل فتحة بالجزء الغربي من التابوت الخارجي لواحرع وقاموا بتحطيم الجزء العلوي الغربي من غطاء التابوت والذي يمثل وجه المتوفى وذلك إلى أجزاء عديدة والتي تم العثور عليها حول التابوت بواسطة البعثة أيضا أكد الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة تشيكية أن على الرغم من أن الحفائر الأثرية للمقبرة لم تقدم لنا العديد من القطع الأثرية المهمة أو متاع جنائزي متقن إلا أن تلك المقبرة تعتبر فريدة من نوعها وهي مقبرة مهمة أضاف كمان أنها بتقدم نظرة جديدة حول الفترات المضطربة لبداية عصر الهيمانة الفارسية على مصر القديمة نهاية هذه التوطية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دائما في متابعات جديدة على مدار اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر